تم اختيار اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس منال مؤسسة الخيرية الملكية فارسا للعطاء العربي من قبل ملتقى العطاء العربي الرابع مبادرة زايد العطاء الذي تنظمه الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية للمرة الأولى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك برعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وقد أثنى حميدان على اختيار الملتقى لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لنيدي نقاب الفارس أو فارس العطاء العربي مهنئا سموه على هذا الاختيار مؤكدا استحقاق سموه لهذا اللقب عن جدارة تقديرا لما قدمه سموه من جهود ومبادرات إنسانية مميزة ورائدة من خلال العديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية وعلى رأسها إسهامات سموه بالنهوض بالدور الإنساني والاجتماعي للمؤسسة الخيرية الملكية منذ توليه رئاسة مجلس أمنائها وتجسيد سموه لتوجهات صاحب الجلالة الملك المفدى الذي كرس جل اهتمامه بأبناء شعبه بمختلف فئاتهم وشرائحهم وأوضح حميدان أن سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قدم إنجازات عديدة تعد نموذجا وقدوة تجسد الإرادة والعزيمة في رفع اسم مملكة البحرين في مختلف الفعاليات الإنسانية والاجتماعية والرياضية وأن هذا التكريم هو تقدير وعرفان بالمكاسب التي حققها سموه للمملكة وأشد حميدان بمبادرة زايد العطاء وكذلك بجهود الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية في إثراء العمل الاجتماعي منوها بمبادرات المغفور له بإذن الله تعالى سموه الشيخ زايد بن سلطان الانهيان ومشاريعه التنموية في العديد من الدول العربية حيث تعتبر نموذجا مثاليا لمفاهيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية